مساء الخير على جميع الموجودين أهلاً وسهلاً بكم في هذا المؤتمر الصحفي سوف أبدأ بسؤالي الأول للمدرب المدرب نيكولا ما هو رد فعلك الأول تجاه المباراة؟ أولاً أريد أن أهنى الفريق الأهلي لانتصار الأول وأتمنى له الإكمال والاستمرار وأتمنى له ألف مبروك للفريق إنه الانتصار الأول له في هذه المباراة في هذه الدورة ففي نهاية اليوم هم يصحقون هذا الفوز بالنسبة للرد فعلي الأول ثلاثة سفر نتيجة صعبة فكلما حدث في الملعب أنا فخور جداً بفريقي وأولادي اليوم فهم استطاعوا المقاومة استطاعوا لعب مقابل فريق قوي جداً وهو فريق الأهلي مرة أخرى أهنئهم وأتمنى لكم كل التوفيق فيما بعد هو مش صعب جداً المباراة لذلك يمكننا أن نعرف أعطينا في صعب للمقابل عامية ولكن تجدون أن أجمع للمقابل ومعني بمعتك في لئي أعلم أننا أعطينا أننا أعطينا حقا لأننا سترد من الأشعار والأسجاب يمكننا أن نعطينا ومثال إليه ترد للمقابل لذلك أعطينا نتعلم إنه مددنا جمع لدخل المقابل لتعطينا بإنقاء أنا سعيد جداً لعبتي أزهدت قوة أمام الخاصم وقدت أداء كويس وخذنا نقاط الترتبنا في المجموعة عيني ورجعنا تاني المنافسة رجعنا تاني الحياة أتبع أوتك إشبار العلماء والعلماء والعلماء والفرقية بالفعل وأتبع قرار إلى كل شيئا ومعال من أجل أفضل أخبارك جداً لنسبتك جورنال التحرير جورنال التحرير بالنسبة للتدريبات لهذه المباراة كما قلت البارحة لم يكن لدينا أي فيديوهات موجودة أو مواد تحضرها وتحليلها فكنا نقوم بعمل أفضل ما لدينا وتقديم أفضل ما لدينا وهو أمر غير مقبول بالنسبة لهذه المباراة ولكن كما قلت البارحة إنها المرة الأولى ولدينا الكثير من المشكلات في اللوجستيات وكان لدينا رحلة طويلة فلا نملك فيديوهات للتدريب وحظينا بأوقات عبا فمن الأفضل كان للأسف لم يكن هناك تحضير خاص لهذه المباراة الآن نعرفهم ونعرف كيف يلعبون وسوف نحضر ذلك في المباراة القادمة فلدينا تكتيكات أخرى السؤال القادم سؤال القادمة أو الجراءة بالدفع بسلمان كلبالي رغم أنه بساليف كلبالي رغم أنه لم يكن لسه يعتبر الانسجام أو النظام الأهلي في فترة أوليرة السؤال الثاني ما يشتحد ما يشتحد ترجمة نانسي قنبالي 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 عندي لعيب أكتر من لعيب جاهز في كذا مركز في كل مركز عندي يعني وصلح واحد من لعبين الجايزين في المركز بتاعه هياخد فرصته يلعب لما ييجي وقته وحيفود نستعدتي عشان المبارات الجاية وكل واحد هياخد فرصته طبعا مبروك لمستر كارتيرون وهارد لك من مستر كازازوبيتش أنا بس كنت عايز أسأل لمستر كارتيرون يعني طبعا أيمن أشرف في الموسم اللي فات كله طريبا كان بيشارك في مركز المساك النهاردة كان قاعد يعني كان عديدة بودلاء ولا مشارك شارك في مركز ظاهرة الأيصر هذا ده معناه أن مستر كارتيرون لفترة الجاية هيعتمد على أيمن أشرف في مركز ظاهرة الأيصر ولا دي بس النهاردة متطلبات المباراة أو كان في حاجة عند علم معلومة شكرا انك لا تتحدث عن المشارك في المساكين أستمرون أنه سيكون لفترة الجاية أو لفترة الجاية لا أعلم أن يكون إليه في المساكين وقد عدت على المساكين في المساكين وقدم يمكنني أن يأتي في المساكين لأنه يخسر لست جيداً وأعرف بأنه يمكنك المسوطة من التعامل سنحن في مكتبات في مقصد أجل لا يزال معه في مكتبات التعامل وضع هناك مكتبات قد تكون محاولًا تمكنني التعامل في مكتبات المقصد الجيدة المترجم للقناة